بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى خلاص استقر عملنا واستقر رحلتنا في يوم السبت ان احنا نتكلم مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم في الدنيا نعمة وزيادة وهي نعمة الجواز اصحاب السعادة هم الزوج والزوجة اصحاب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بنعمة الزواج اللي هي نعمة مليئة بالعبادات ومليئة بالانوار ومليئة بالمدد من ربنا سبحانه وتعالى ومليئة ايضا بكتير من معاني الحكمة ومعاني الفهم وعشان كده احنا عايزين نقول كلام مهم جدا في السياق ده وفي وسط الضجيج اللي حصل في الفترة اللي فاتت لما نيجي نتجوز لازم نعرف ان الجواز اه عقد لكن هو مش بيزنس ولا هو كمان حلبة مصرع بنتخانق عليها ولذلك الفقهاء لما بيتكلموا عن عقد الجواز ما بيخلوش عقد مالي محط اه في حقوق مالية في العقد ولكنه مش عقد مالي محط ليه؟ لانه بيكون عقد بيتبني بالاساس على تقوى الله ومدام العقد الجواز ده مش بيزنس فالتعامل مع شريك الحياة ما بيكونش قائم على مسألة الربحية انا ليه بيتكلم كده؟ اه انا نسيت اقولكم ان احنا الحقيقة يعني احنا محتاجين نراجع ونعيد ونتكلم مئات المرات عن مفهوم الزواج ومفهوم الاسرة لان الجواز قائم على كلمة الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الجواز ابتدى وكان بكلمة الله لما قلنا ان العلاقة ما بين الرجل والمرأة بتكون بكلمة الله ولذلك فيه دستور في الجواز الدستور اللي في الجواز ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة فاصبح القانون الاساسي في الجواز قانون رباني وبيقوم على القيم والاخلاق لذا كشوف كل الكلام اللي حضرت النبي قاله على الكلام على العلاقة وما بين الزوجين كلام كله بيقوم على القيم والاخلاق اه الجواز فيه حقوق واجبات ولكن بنعلم المتجوزين واحنا النهاردة مصررين ان المتجوزين نكلمهم عن ده سواء المقبلين على الجواز او المتزوجين ان انتو مش دخلين لعقد بيزنس فالقضية مش قضية الربح ولا انتو دخلين مصرعة قدي ايه انا هقدر اخسر اللي قدامي وفيه حد بدخل الجواز كده اه اه هدوا بالكم بس امال احنا قاعدين نقول للبنت ايه وعي تسمحيله ان هو يعمل كذا وهو عي تسمح لها احنا قاعدين نشحن الطرفين بايه وعي تسمحيله وهو عي تسمح لها وبعد كده بنقول هو ايه اللي حاصل لا بيدخلوا الجواز على انهم دخلين محالبة مصرعة انما معناه ان احنا في الجواز بنبص للجواز بشكل اخر علشان كده احنا لما بنيجي ندرب الناس في الجواز بندربهم على حاجة تانية خالص ان الجواز ده محراب عبادة ان الجواز ده باب سعادة ان الجواز ده فتح من ربنا وبركة وعلشان كده لما نيجي نقرأ قوله وتعالى واحنا بنقرأ في الجواز بنقرأ في الجواز بنقرأ بنقول ايه شوف كده قال جواز فيه الزام بس الزام ده جاي مش جاي من فكرة القانون الزام ده جاي من فكرة ايه الزام ده جاي من ان ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا نعمة تعالوا نسمع قوله وتعالى مرة تانية ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا يعني ايه من اياته يعني من فضله ومن نعمته ومن عطائه يبقى ايه زا ان احنا لازم كل واحد فينا لما بيقول ان الجواز اسمه النصيب يعرف ان الجواز نعمة يعني ايه نعمة ان كل واحد من الشركاء الحياة نعمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها للآخر فلازم نحافظ على اللعمة دي علشان كده الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف وكمان نقدر ساعتها نفهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى ساعتها هنفهم ليه المعروف يبقى وكلمة المعروف دي مفهوم مهم جدا في الجواز بيبقى المعروف يعني ايه المعروف اللي يخلي العبد لما يعمله معروف في السماء يذكر في السماء بأن هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فالزوج لما يعاش بالمعروف يذكر عند الله سبحانه وتعالى والزوجة لما تطيع زوجها وكمان يكون فيها عشرة بالمعروف كمان تذكر في السماء يبقى عشان كده خلونا نتفق أن اللي ذكروا الفقهاء من مسائل في قضية الإلزام ما بين الزوجين ما كانش أصدهم خالص أنهم يحصروا الواجبات والحقوق على الزوجين خالص ليه طيب؟ لأن اللي ذكروا ده ممكن يكون الحد الأدنى وممكن يكون كمان دوت بيضربوا مثال عشان يعرفوا أن الزوج والزوجة لهم حقوق وواجبات بس لكن ما كانش أصدهم أنهم يحصروا حصراً تاماً لكن المقصود في الحقيقة أن احنا نعرف أن بيننا إيه؟ أن بيننا مفهوم مهم جداً اسمه مفهوم الرعاية أقول لكم حاجة أنا في رأيي يعني الخناء اللي دايرة دي كلها والضجيج اللي حاصل ده عارفين ضجيج ليه؟ مش ممكن يكون احنا بنقول الناس بتقول أن الفقهاء حطونا دليل إرشادي نعيش به في حياتنا الزوجية أبداً ده الكلام ده لما نكون بنتخانق نروح عن دلقاضي لكن الدليل إرشادي بمفهوم تاني فسروا به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً هيفسروا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بقولي كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيتي الرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية وهي في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي آه عمودين المرأة الزوج والزوجة اللي اتنين بيقوموا مع بلية الرعاية أقول لكم حاجة أنا سمعت الصداع اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي عارفيني الصداع ده بيقول ليه في واحدة بتقول أرجوك رعاني ورعيني وفي واحد بيقول لها أرجوكي انت كمان أرجوكي رعيني وقدد مفهوم الرعاية مرة تانية طب إزاي نبقى كل واحد فينا راعي في بيته إزاي المرأة تبقى ترعى زوجها وإزاي الزوج يرعى زوجته أبسط لكم النساء احنا عندنا سبع صفات ينفع كده لما نجيب المقبينة على الزواج وأنا بدرب المقبينة على الزواج عليها انت عايز تبقى انت عايز تبقى جاهز للاندماج في الجواز انت عايزة تبقى جاهزة للاندماج في الجواز يعني انتوا عايزين تبقوا جاهزين تبقوا تعيشوا مع بعض وتعيشوا بالمعروف لازم يبقى فيه سبع صفات نمسك دي جدا نعدي معانا أول حاجة ما ينفعش حد يبقى راعي لحد سواء أن الراجل راعي على فكرة والستة كمان بترعى الراجل ما ينفعش يبقى فيه حد راعي لحد وهو مش أمانه فأول صفة في الراعي يكون أمان للي بيرعاه ما ينفعش الزوج لما الزوجة تخاف ان هي تتكلم معاه ولا ينفع الزوج يحط نفس الكلام في بقه عشان خايف من النكد والمشاكل كل واحد فينا لازم يرعى التاني يكون أمانه لما يكون أمانه هيخليه يتكلم ومش هيبقى فيه خرس زوجي وعشان كده أول حاجة في الرعاية ده نعلمه للمقبينة على الزواج من أول يوم ونعلمه للمتزوجين عشان يصلحوا حياتهم سواء بنشتغل بقه في الإصلاح الزواجي أو في تأيير المقبينة على الزواج نعلم الناس الرعاية أول صفة أول صفة في الراعي إيه هي الأمان المؤمن ومن أمينه الناس وأول حد يأمانك ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول أول حد هيسألك من تعول فخليك أمانه تاني حاجة عشان تبقى إنسان راعي تاني شيء لازم تكون داعم داعم يعني إيه لما يكون في حد عنده مشروع تقف في ظهره تتعلمي وانت من الخطوبة كده وانت من أول الجواز تدعميه وانت من أول كده تدعمها لما تكون هي محتاجة أي حاجة في بحثها توقف جنبها محتاجة إن هي تعمل أي حاجة في حلمها تدعمها ما تتصوروش قد إيه بيأثر إن واحد مساند لحد وبيحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتكوة مش ممكن ما بين الزوجين لما بيدعموا بعض بيحسوا إن هم عندهم حالة من حالات القوة حالة من حالات العافية عايزين تصلوا للعافية الزواجية خليك أيها الزوج راعي وداعم وخليك أيها الزوجة راعية أي داعمة يبقى أول حاجة الأمان تاني حاجة الدعم تالت حاجة بقى وده شيء مهم جدا جدا بعد الدعم المساندة لما يتعرض لأزمة لما تتعرض لأزمة بينها وبين أمامتها مشكلة لازم تحس إن أنت بتسندها بتسندها يعني مش بتقويها عليهم لكن تقف بينها حجاب وبينها وبينها إن هي تعمل أي شيء في رعونة تساعدها والطيبة خطرها وتقف جنبها فقدت ولدها فقدت أمها تقف جنبها وعلى فكرة أكتر حاجة بتبقى مستنيها الزوجة إذا فقدت حبيب عليها وخاصة الأب إن الزوج يأخذ مكان الأب فيسندها وتحس إنه هي لها ضع ضهر والزوج كمان بيحب المساندة لما يتعرض لأزمة مالية ولا يتعرض لمشكلة في الشغل بتاعه هو محتاج إن هي تسنده كمان يبقى دي تلت صفة الأمان الدعم المساندة الصفة الرابعة ما ينفعش تبقى راعي وما بتتفقدش اللي بترعاه يعدي وهو زعلان يا هما الستات تيجي تشكلنا وتقول لنا ده شافني زعلانة ولا سأل فيه وكأني ولا حاجة وهو ساعدت يكشر ويتدايق لأنه محتاج إنه طبطب عليه فلازم نتفقد والتفقد على فكرة ما بيكونش غير لما يكونوا زعلانين لا التفقد بيكون دايما لازم كل واحد فينا يتفقد أول ما تدخل من بيت كده تفقد أهل بيتك لو أنت راعي أول ما زوجك يدخل تتفقدي تقول له إحنا كان فيه مشكلة إيه اللي حصل فيها وتكلميه عشان تتفقديه والطبطبي عليه هو دوت اللي يخلينا مش محتاجين نهبش في بعض ونطلب وكل واحد يفوز من حاجة وإزاي يخطف حاجة من التاني في المصارع اللي إحنا عايشينها يبقى أمان دعم مسندة تفقد الحاجة الخامسة اللي إحنا محتاجين كمان نعرفها ونشتغل فيها في مسألة الرعاية المشاركة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش بحب أول أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان دوت بيدل على توضعه حضرة النبي متوضع في كل أخلاقه لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله كان يمارس الرعاية جزء أن الرعاية أن أنت تشارك أهل بيتك لازم جزء من الرعاية أنهم يحسوا أن أنت معاهم بتعيش معاهم وبتعقوا بتحيا معاهم وتفكر معاهم وبتصنعوا الحلم مع بعض جزء كمان أن السيدة عائشة تشارك حضرة النبي الرأي ولا ستينة مسلمة لما تشارك حضرة النبي الرأي هي دي الرعاية شوف الرعاية حصلت إزاي من السيدة خديجة لما شاركت حضرة النبي وراحت به إلى ورقة بن نوفل وعشان كده بقت خديجة الكبرى رضي الله عنه كرم الله واجهها وعليها السلام ستينة خديجة الكبرى ليه طيب والله ما يخزيك الله أبدا وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال شايل ده لأنه شاركته إيه اللي حاصل يبقى هو الحاجة الخمسة أن يكون مشارك الحاجة الستة بقى ودي مهمة جدا 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 أن يكون ما ينفعش أن يكون الرعي رعي من غير ما ينصح ويرشد ويساعد على أن الإنسان يروح لطريق الرشاد يبقى السفة الستة أن الإنسان يرشد السفة السبعة في مسألة أن الإنسان يكون راعي مسألة بسيطة خالص أن الإنسان يتيح الفرص للي بيرعاه يتيح لفرص أنه يجرب يتيح لفرصة أنه هو يتيح لفرصة يقول له ما تجرب موضوع الفلاني ده ما تجربي إذا كنت أنت بطلتي تبحس في الدراسات العليا ما تجربي أن أنت تتحولي إلى خبيرة مستشارة ما تجربي أن أنت تكتبي كتب ما تجربي أن أنت تعملي كذا هو ده جزء من إتاحة الفرص ولذلك إتاحة الفرص ده جزء كبير جدا جدا من الرعاية السبع صفات دولة اللي هو يكون أمان يكون داعم يكون مساند يكون متفقد يكون كمان مشارك يكون كمان عشان يقدر ده يرشد وينصح وفي الآخر كمان يكون متيح للفرص هقول لكم شوية حاجات اعملوها كده وربنا إن شاء الله يكرمكم سواء كنتم متجاوزين أو مقبنين على الزواج أنا شايف أن احنا لازم يبقى عندنا وقت خاص بالتفقد أحبابنا على الأقل نصف ساعة لو أي حد بيحب حد لازم يتفقدوا يتفقدوا ويسمعوا ويشاركوا ويقولوا نصحتوا لو حصل ده مش هيبقى الناس مسكين في بعضه وطلبين حقوقهم لأن ساعتها بيحسوا أن حقوقهم موجودة لازم نخرج مع بعض لازم نتيح فرصة أن احنا ننتقل في الحياة ونكون مع بعض أنا بتكلم عن المتجاوزين يخرجوا مع بعض يخرجوا مع بعض ويقدوا وقت لوحدهم كمان لازم ببساطة خالص أن كل واحد فيهم يبين للتاني ويعبر للتاني عن حب لازم الزوج يقول لزوجته على الأقل خمس مرات بحبك على الأقل الزوجة تقول لزوجها كده زي الصلاوات الخمسة عشان يحس كل واحد فيهم بأمان الكلام ده مهم جدا جدا ولازم كل واحد فينا يبقى عنده حاجة مفتاح عارف أن الشخص اللي قدامه لما بيهبط وبيكون عنده في أدنى درجات وفي أدنى درجات إحساسه بالنفس وأدنى درجات همته يكون بالمفتاح ده يشرح قلبه ويفتح أفاق النظر إليه لازم المفتاح ده كل واحد فينا يكون عارفه للتاني ويستخدمه عشان الإنسان ده المهموم المغموم فقد الهمة يرجع له تاني وشغفه ويرجع له تاني وحبه للحياة كل ما يقدر كل واحد فينا يبقى سبب من أسباب حب التاني اللي حياة كل ما يكون راعي لي وكل ما يكون سبب من أسباب سعادته وساعته احنا الاثنين هنبقى أصحاب السعادة يا رب اجعلنا على الدوام من أصحاب السعادة اجعلنا على الدوام من الذين قد كتبت لهم نصيبا موفورا من الحكمة ففتحوا بهذه الحكمة أبواب السعادة وأبواب السرور بفضلك يا كريم يا نور يا ربنا يا كريم بعد الفاصل نرتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على فيسبوك صفحة بينامج والتي تعسروا اللي هي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونفضل معاكم في وصل وتفضل هذه الصفحة جسر من نور بيخلينا دايما في أنوار مولانا سبحانه وتعالى ويفضل مجالس العلم مستمرة فنفضل متواصلين معكم بصفحتنا المباركة ومعانا الأستاذة أم محمد من القائرة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله يخليك رب نقم لقلبك بالنور والإيمان يا رب يا رب أنا وأنت وأسائل المسلمين اللهم أمين يا رب أنا عندي مشكلة يا دوق يعني أنا لي أختين طيب أختين حضرتك سامعني سامع كويس تفضلي حاجة محمد عندي أختين في حتة أرضة قال لي من ستين متر وأنا وجدت واحدة فيهم قالت لي ياختش تري الحتة قلت لي لأ أديها لأختك اللي أنت معاها وإيه وما لكيش دعوة بي أختها التانية قالت لها لأ أنا مش هاخدها منك بفلوس فجات قالت لي خديها لح سنجيب لكو حد غريب ياخدها كان زوجي كان زوجي كان عايش الله يرحمه ويسامحه فقالت لها يا بنتي نبعديني عن الحاجة دي قال لها لا فالمهم قال لها طب أنا هشتريها وخليها بإسم أختك بحيث أن اللي تنين يبقوا مع بعضيهم انباعوا يباعوا سوى يعني خلوها يخلوها براحة راح جوز السراعة وما شفقاش وكتبها بإسم جات أختي كتبتها بإسمي في المحكمة وجات على أختي كبيرة دي مش بتنجب ما بتخلفش يعني فقالت لها دلوقتي أنا بحتل حتة لأختك قلت لها يا أخت لأختك باعتلي وكانت هتجيب لك واحد تاني فأنا استريتها منك قالت لي طيب دلوقتي أنا مش هشتريها قلت لها طب يا أختي اديني الفلوس اللي حطيتها فيها طبعا أنا أختي باعتلي في المحكمة بورق تسجيل طب كويس إيه بقى اللي حصل بقى اللي حصل إن أختي ولا رادية تشتري وحملتني وزر أنا مش قده لا رادية تشتري وزر إيه وزر إيه إن هي دلوقتي ولا رادية أخت اللي هي ما بتخلفش دي ولا رادية تشتري فين الوزر يا حجة فين الوزر فين الوزر اللي عليكي إن أنا دلوقتي أختي مش رادية تديني الفلوس بتاعك جوزي خدت الورق بتاعك وصرقته على يعني أختك اللي هي موجودة الأختك اللي هي موجودة دي اللي هي ما بتخلفش مش رادية تديك الفلوس مش رادية تديك الفلوس بتاع الأرض دي ولا رادية تشتري ولا رادية تبيع طي وفين الوزر بقى قالت لي أنا أخذي بتقول لي خد حاجك طيب أنا حقق قال لي من 30 متر ما هيجيش حاجة بقى القوضة فجمعي قال لي لما أبوه متوفى الله يرحمه جاء قالوا إيه قالوا إحنا هنبنيها ربما الورثة يطمعوا فيها إحنا كده مصرقين ورق عليهم كب كويس يعني أنت بتسأليني حاجة محمد أنت دلوقتي بتسأليني هل لي أن أنا أتصرف في الأرض دي أو أتصرف في الحاجة دي وابقى كده اسمعيني دايب حاجة محمد يبقى أنت بتسأليني هل أنا ممكن أتصرف في الحاجة دي وما يبقاش ده علي وزري في ده صح كده لا معلكيش وزر ده حقك ده حقك ومالك ومتسجل في شر عقاري وكل حاجة فده مالك وتصرفه فيه زي ما أنت عايزة ما حدش قال عشان أختي موجودة تمنعني من أن أنا أتصرف في مالي وتخليني وتضيق علي حالي وحال أولادي اتصرف في المال ده وده حقك أنا عارف أن عاطفتك عشان أختك دي ما عندهاش أولاد ولا حاجة زي كده فأنت عاطفتك أن أنت مش عايزة تضايقيها ماشي بس هي في نفس الوقت أنت بتسأليني هل هيبقى علي وزر وعلى هيبقى علي إثم إذا أنا تصرفت في المال ده أبدا ده مالك ولك أن تتصرف فيه كيفما شئتي أستاذة شيماء تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا حضرتك الشيخ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله يا ربنا يبارك في حضرتك ويخليك لينا يا رب الله يعز حضرتك ويبارك فيك ربنا يخليك يا حضرتك أنا حضرتك أنا كلمت حضرتك من فترة كده وحكيت لحضرتك وحضرتك بعثت رسالة لجوزي بس حضرتك وقلت لي شوفي وكلمي معي أنا بعث طلوف وجئت لقيته عاملين هدومي مزاد وبعوا كل حاجة من حاجتي ومو قالت مالهاش حالة عندي اشتكت وخليها تشتكوا ومالهاش عندنا حاجة عملت نفأ لبنتي قالت ماله حتى النفأ مش هتاخده بقاله سنتين ما يعرفش حاجة عن بنتي ولا حتى طرحة من حاجتي بعته هالي لأ مو داوة إزا كانوا هم أخدوا حاجتك فداوة أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل ده يفتح أبواب نزع البركة ويفتح أبواب الضيق والحرج على الناس الناس ما تستهنش بأنها يعني أنها تأكل أموال الناس إذا كان هو ما بيدلكيش نفق إذا كنت لسه ما زلت زوجته زي ما حداك بتقولي فهو واجب عليه أنه ينفق عليك وواجب عليه أنه ينفق كمان على بنته فإذا كان هو دا ما بيعملش كده فهو واقع في أشد أنواع الظلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول أنت ما زلت فيه كان فيه وما زل وواجب عليك أنه يرعاك واللي هو بيعمله دا ما يجس شرعا واللي بيعمله دا يجعله يقع في الكبائر وعشان كده لازم يتقل الله سبحانه وتعالى هو دا بقى اللي احنا نتكلم عنه المنزعة والصراع ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر التاني حتى لو والدته هي متصورة إن هي كده بتنفعه فهي مش بتنفعه على عزب الله هي بتعرضه للنار فلذلك لازم نتقل الله سبحانه وتعالى طبعا نتكلم دا وفيه حاجة مهمة جدا لازم وإحنا بنفتي على الهوى لازم نرعي مسألة إذا كاننا بنتكلم في مسألة فيها نزاع زواجي أو فيها خلاف زواجي وإحنا محتاجين علاج زواجي أو إصلاح زواجي لازم نقول برضو اللي بيكلمنا لازم يراجع نفسه ويقول هو كان إيه اللي منه غلط وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي لأن في بعض الأحيين بيبقى المسألة مسدودة لغاية ما الشخص اللي هو كان شايف إنه هو عنده كل الحق وهو من حقه إنه هو يعمل كل ده لما بيغيره وجهت نظره ويقول كلمة واحدة بس ممكن المسألة تنفك وتتغير ممكن إحنا في بعض الأحيين تشوف أنت نصيبك إيه كان من المشكلة الزوجية اللي حصلت بينكم وده شيء مهم جداً إن احنا نعمله أنا قلت لزوجك إن الكلام ده فيه ظلم وإن الظلم دوت ولا عايزه بالله من الكبائر وإن دوت حرام وإن أكل الأموال الناس بالباطل ده حرام لكن في نفس الوقت أنا بدعوكي إن انت تشوفي إيه اللي كان منك ممكن وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي وبقوله كل الأزواج محدش يستغرب اللي أنا بقوله ده إحنا عندنا قانون ربنا حطه في الحياة كده إن مفيش مشكلة زوجية سببها طرف واحد الطرفين دايماً بيبقوا سبب آه ممكن واحد يبقى عنده نسبة 80% و71% ده إحنا مش جايين نشوف من الشطر ومن البليد بليد إحنا عندنا مشكلة زوجية عايزين حياتنا تستمر وعشان كده لازم نبص للحياتنا الزوجية بهذه الطريقة مستاذ إيمان تتفضل سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته جزاك الله كل الخير على كل اللي بتقوموا معنا يجي يا شيطنا فضنينا نشط الشيخ الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا أستاذ اللهم أمين إحنا وحضرتك دلوقتي أنا بسأل حضرتك بصوص زكاة المال أنا حسبت المال اللي مفروضت عليه الزكاة أنا بقلي كم سنة ما كنتش حسبهم كويس فما حسبتهم طلعوا مبلغ كبير فأنا ما لقيتش حد قالولي لازم للفقراء فأنا لقيت في مستشفى بتعالج الناس الفقراء بدون مقابل فأنا ديتهم مبلغ كويس فقالولي بعد ما خدوا مني المبلغ وقالولي إن دا زكاة المال مش صدقة بعتولي حجر كده هما في المستشفى مشان بيبنوهم بيبعتوا حجار كده بيكتبوا عليها اسم المتبرع حتى الاسم ده بيحطوه على الحائط اللي في المستشفى عارف أنا الكلام لكم فأنا الاسم بلغت باسم والدتي اللي يرحمها قلت لهم تحطوه باسم والدتي دا يعتبر بقى زكاة مال ولا هيعتبر صدقة جارية يعني أنا قل أنا جدا يحسن يحتسب صدقة جارية واللي انت عملتي بانك انت خلتي باسم باسم والدتك دا فقط ممكن يبقى اللهم هاب مثل سواب زكاة لوالدتي لكن انت وبتخرج الفلوس دا كان قصدك ان انت تخرجيها عن الزكاة ماناش دعوة الحجر دا حاجة تانية عن عن نتكلم عنها دلوقتي الحجر اللي هو تحط على الحيطة دا وده مسألة جديدة لازم تتكلم عنها الحجر تحط على الحيطة دا لا انت وبتخرج الفلوس وبتديها لهذه المستشفى لأجل العلاج علاج مش لأجل البناء خلي بالك البناء دا يكون من الصداقات لكن العلاج انت بتخرجيها في علاج الفقراء اه انت بتخرجيها في مصر في مصر في الزكاة لكن ايه السؤال بقى اذا كنت هي دي نيتك فخلاص فلوس زكاة اما بقى مسألة ان انت والله انت قلتي بدل ما يكتب باسم لا يكتب باسم والدتي انت ممكن تقولي اللهم هب مثل ثواب زكاتي لوالدتي هل دا يصل اه يصل ان شاء الله فيبقى اذا وضع الحجر باسم والدتك لا ينفي ان انت خرجت المال بالزكاة اذا كانت نيتك وانت بتخرجيه على انه مال الزكاة ارجو ان يكون كلام واضح ارجو ان يكون الكلام واضح يا استاذ ايمان ان احنا كده اذا كانت نيتنا عند اخراج المال انه يخرج على سبيل الزكاة حصل طب والحجر دا مش هيغير من حاجة من نيتنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال وبالنيات فاصل ونرجع نكمل هذه الجلسة المباركة باسألتكم المنيرة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا السيدة محمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا اقول لنا يا سيدنا الشيخ انا مبسوطة بحضرتك وحلقات حضرتك المهار دا او والله عشان انت ست جميلة يا حاجة محمد انت اجمل والله يا سيدنا الشيخ والله انا برتح لكلامك وبحبك اوى او والله ربنا يحفظك ويزيدك مور جاء وقال عند حضرتك بالله عليك يعني تفيتني كده ابويا مات وامي ماتت وسبت لنا اراضي وسبونا بيوت وكده واخويا بس على كل حاجة واخويا كبير غلبان وعلى قد حاله وهك وريني الارض وريني يقول ابويا كتاب لي ابويا كتاب لي لمنا الجران وجبنا العمد وقال ابويا كاتب مش عاوز يظهر الاغراء ولا عاوز يعمل حاجة وعمل اعلان وراثة من ورانا وما حضرناش في اعلان الوراثة وضم كل حاجة لي وكده اعلان من وراثة مالوش دعوة وبيقول بس من الوراثة لكن حتى لو انتم مش موجودين وانتم ولاد الورث مش هيقدر يخفيكم يعني مش هيقدر يقول ان اختي مش موجودة ولا هيقدر يقول اخويا مش موجود وضم كل حاجة لي ولا بيسأل عن اخويا كبير واخوة عنده خمسة ستين سنة واتصلت بخلي في ايطاليا طيب خليني واحدة واحدة بس حاجة محمد دي باول سؤال انتي بتقولي عن اعمل ايه في الشخص اللي منع مراسنا صح؟ اه طيب السؤال التاني السؤال التاني ما بيبرش اخوه ولا بيود اخوه هو ده قلباني كبير اللي هو عنده خمسة ستين سنة اللي هو عنده خمسة ستين سنة التاني اللي وكل حقنا ده اللي عنده خمسة ستين سنة ده ما اخدش منهم حاجة ما انا بقولك هو ما بيبرش اخوه اللي هو عنده خمسة ستين سنة انا اللي ببره طيب ده السؤال الثاني السؤال الثالث يا حاجة محمد السؤال الثالث ان اخوية الثالث دوة يعني عنده اموال كتير وكل حاجة وقوله بالرقوق حرام عليك اكون غلبان يعني حرام عليك تقوف مريض ما بيسألش فيه وكذا يعني هل ينفع الكلام ده عجابة لحضرتك يا حاجة محمد ربنا يحفظكم يا رب ويصلح ذات بينكم ويزيل الغشاوة على عين كل واحد بيمنع حق حد اولا المراس لما بيحصل المراس عندنا بيحصل حاجة اللي بيتوفى ده بتنتقل ملكية المال اللي هو كان يملكها الى ورسته لحاجة اسمع الخلافة يعني هم بيخلفوه في هذا المال يخلفوه في هذا المال يعني ايه ادي المال اهو كان مكتوب باسم ده وكان في زمت ده وكان في ملك ده بيتوفى المال ما بيروحش بيروح لورسته وينتقل الى ملكهم طيب ينتقل إلى ملكهم ايه؟ بنظام النظام ده تسمه ايه؟ نظام الارث طيب خلاص هم ورثوه لما ورثوه بقى حقهم بقى ملكهم طيب نفترض حد منعهم ده زي واحد بالضبط دخل شقة حد وخد فلوس من بيته فبيبقى حرام فالمال ده بيبقى مغصوب اسمه مال مغصوب فالأراضي اللي أخدها أخوكم ده وانتوا لكم حق فيها بيبقى مال مغصوب طيب ده هو بيدعي ان فيه ببساطة خالص بيدعي ان فيه أوراق بسألة سهلة ربنا جعل في دولة المسلمين حاجة حاجة لطيفة جدا اسمها سيادة القانون على طول ارفعوا عضية طب ونرفع عضية على بعض والناس تتفرج علينا ما أنا بقول كده عشان ده يتحسم عشان الأجيال اللي بعد كده ما يتورس لهمش الكر لما الحاجات تتحسم والناس تاخد حقها مش هيبقى ده يتراكم جيل بعد جيل بعد جيل فأنا بقول في الأحوال على الحال اللي انت حضيتك بتحكيها دي لا ده احنا نروح ونرفع القضية عشان ناخد حقنا طب وبره لبقى أخوه أخوه دوت لو ما عندوش شيء يكتسب بيه هو مش قادر على الكسب وهو ما عاوش فلوس والراجل دوت عندو فلوس من حقه ان هو يرعاه واذا ما رعاهوش هو لا يقوم ببر بسلة الأرحم ولا يقوم كمان بحق أخوه الفقير عليه الأمر المهم كمان هو يا سيدي انت متخيل ان انت لما تعمل ده وتأخذ الأموال دي وتسيب الناس دي بتتوجع انت متخيل ان انت كده في بركة لا تخلي بالك خاف على نفسك خاف على أولادك لان كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به وخلي بالك ببساطة خالص ان حضرة النبي قال فمن قطعت له حق أخي فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها على فكرة النار دي مش بتبقى في النار في الآخرة بس النار دي هي اللي بتاكل في قلب الشخص اللين فتجعله قاسي القلب فخلي بالك أسوة القلب دي ممكن تخليك أسع على أولادك وتخلي أولادك يورسوا الأسوة وتخلي في دواير من ولا عزب الله دواير من العذاب فنجي نفسك ورجع الحق لأهله وأنا نصحت لحضرتك يا محمد إن حضرتكم تاخدوا حقكم تاخدوا حقكم ولو فيه مش ولو خدوا حقكم وفيه قانون تستطيعوا أن أنتم من خلاله تحصلوا على حقكم الحاجة من يوسف تتفضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عزبت لحضرتك ما بنمشي بالله خالص يا دكتور طيب على الحضرتك حصل وبحلم بكوابيس كتير نعم بنام بصلك يامي الليل قبل ما نام وبختم بالشفع والوطر وبرك بشوف كوابيس حاجة حاجة ميوسف أنت أم يوسف ده اسم ولا أم يوسف ده يعني أنت عندك أولاد يعني أنت متجوزة يعني لا يوسف ابني طب يعني أنت متجوزة أيوة آه بقالي 17 سنة هل حصل في الفترة الأخيرة أي فقد لأي حد من العزة بعد الشر يعني لا يا دكتور بس كنت بشوف فيه حاجات كده في الشق طب الحاجة دي قديمة طب الحاجة دي قديمة أيوة آه حاجات دي قديمة أيوة آه لو حضرتك يعني ممكن أقول لحضرتك اللي بيحصل لده يعني بس أنا عندي مسألة سهلة جدا جدا إحنا نعمل حاجة لطيفة خالص إحنا دلوقتي قبل ما ننام أن نقرأ الفتحة سبع مرات نفترض أنه ده ما رحش من عندنا يبقى إحنا محتاجين دعم نفسي على طو يبقى إذن إحنا إذا قرأنا الفتحة سبع مرات والمعاوزتين وقولوا والله أحد سلاس مرات وده ما رحش يبقى إحنا محتاجين نعمل إيه محتاجين ببساطة إن إحنا نحصل على دعم نفسي حاجة ميوسف تتفضل حلو إزاك يا دكتور عمر نعم وفضل الحمد لله الله يخير دكتور عمر أنا كنت عاملة عاملة شهادات لولادي استثمار وبعدين أنا كنت يعني بدي لإخواتي يعني كل سنة كنت بديهم الزكاة المال بتواجد ضايب وبعدين دلوقتي عندي ابن كبير حصل زرفي كده طبعا صعبة أنا بطلع للذكاة بتاعي بدي لإبني حال ده يبقى زمح لإخواتي جعلوا مني وبقى يخصموني وما بقى يتقدموني تعالي بس حاجة نقول بس أنت هتدي زكاتك يعني أنت عندك زكاة واجب عليك زكاة أنت عندك مال واجب عليه الزكاة فبتأخذ الفلوس بتاعت الزكاة دي كنت بتديها لإخواتك صح؟ أيوة وبعد كده السنة دي اديت فلوسك لإبنك صح؟ لإبن عسان في ظروف ده في دي طيب واحدة واحدة بس هل أنت دفعتيله دين ولا عملت إيه؟ ما لهم عليك السؤال الثاني بعد إبنك؟ هل أنت دفعتيله الدين اللي كان عليه؟ ولا أنت تديدينه فلوس بيديه؟ هو من الدين حدثك ده هو محبوس وأنا يعني بتديله الزيارة كل صهر بمبلغ سبيل طبعا إذا كده يعني أنا سألت برضه قبل كده قالوا لأ ابنك اللي إيه؟ اللي أولى دي معلش معلش دلوقتي أنت بتديله فلوس يعني بتعملي إيه؟ بروح بسا بروح زيارة بدهاله يعني ابني بقول لحضرتك ابني بجيئة محبوس وأنا بديله الزيارة دي كل شهر 3-3 جنيه وأنا كنت كل سنة بطلع لإخوتي ذكات المال دي طبعا إخوتي زيعلوا مني وأنت مش هتقدر تدفعي غير الثلاث تلاف جنيه دول أنا بقى كل الثلاث تلاف جنيه ده كل شهر بديهم لإبني بص يا حاجة أنا أقولك بس المسألة عندنا الزكاة ما تنفعش لا للأباء والأمهات وإن علوا يعني ما ينفعش للأب ولا للجد ولا أبو الجد وما ينفعش للأبناء وينزلوا إذا كانوا من مصرف ماذا؟ من مصرف الفقراء والمساكين لكن أنا اللي ابنك لما بيكون في السجن فممكن يكون من مصرف تاني غير مصرف الفقراء والمساكين إذا كنا إذا كانوا عليه دين وبيتسدد آه يمكن إن أنا أدفع له دينه وأسدد له دينه ممكن إن أنا أدفع ده على إنه انقطع بالسبيل لإنه مسجون فيبقى من مصرف ابن السبيل لإنه هو ما عندوش ما يستطيع إنه هو يكتسب به فأنتي مش بتديهوله من مصرف الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ لإننا كأني بأدفع الزكاة النفسي كأني بأدفع الزكاة لنفسي لو ادي تقوله من مصرف الفقراء والمساكين كأني بأدفع الزكاة مرة تانية النفسي لكن من مصرف ابن السبيل او في سبيل الله او في مصرف كمان الغارمين او ممكن نديله في مسألة الغارمين ان احنا نديله كما انه الراجح في مسألة الفتو يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن مسألة مهمة جدا انتوا عارفين ان احنا لما بيبقى في ضغيج في حاجة الناس اوقات كتيرة من بيقاش عندهم رشد يفضلوا ويستمروا في الخناءة دي بس انا خوفي ان الخناءة دي تطلع من الناس اسوأ ما فيها تطلع كل التراكمات اللي حصلت لما الناس ابتدى مفهوم الزواج يختلط عندهم ويفسد عندهم احنا مش متجاوزين عشان نكسب سواء نكسب فلوس او نكسب مباراة احنا متجاوزين عشان نسعن واحنا مش متجاوزين عشان ما نتطلقش احنا متجاوزين عشان الجواز نعمة بتفتح لنا ابواب السعادة والهنى كل واحد فيكم اذا راعت تاني التاني مش يبقى محتاج يقول ايه لانه حاسس دايما ان شريك حياته بيدعمه وبيكون امانه وبيكون سنده وما بيسيبوش لوحده وبيتفقده وكمان بيكون طول الوقت معاه وبيشاركه وكمان بينصحه لما يكون محتاج للنصيحة وكمان بيتحل الفرصة عشان يخرج من ازمته لما نكون كده مع بعض ما ازنش هنبقى محتاجين الناس يسمعوا بينا ونعمل كل الضجيج ده عارفين ان الضجيج ده محتاج ايه محتاج رعاية وحنية يا رب يا حنان يا منان اقذف في قلوبنا الحنان عشان كل واحد فينا يرعى شريك حياته بعقل وبحكمة وبمودة وبرحمة عشان البيوت يرجع لها السكينة مرة تانية يا رب من علينا بالحكمة وبالمدد وبالبركة وجعلنا دايما نرعى اهلنا واحبابنا ببركتك وبرحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين موسيقى